إنها آخر مرة يزور فيها سافير الفرنسي بيرتران كوشاري قصرة ماي بعد أن أنهى فترة عمله في البلاد والتي استمرت لأربع سنوات رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريزدابيتنو وكعادته قبل أن يودع سافير الفرنسي هنأه على جهوده ووقوفه مع الحكومة في وقت يعتبر الأصعب في تاريخ البلاد وهي المرحلة الانتقالية كما كرم رئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريزدابيتنو السافير بيرتران كوشاري المنتهي فترة عمله بويسام ضابط النظام الوطني خلال تصريحاته للصحافة عقب اللقاء قال السافير بيرتران كوشاري إنه يغادر بكل حزن وطنا استقبله بكل حفاوة خلال أربع سنوات وأنه سيفتقد شات حكومة وشعبه خاصة الشباب الشادي وأكد أنه متفائل جدا بمستقبل مشرق لهذا البلد رغم الظروف الصعبة المحيطة به وأضف بيرتران كوشاري أنه سعيد جدا بهذا التكريم الذي توج أعماله في شات ويعتبره نجاها باهرا لمهمته الدبلوماسية في هذه المنطقة